مفهوم الشخصية الإنسانية لو أن الناس في مجتمع من المجتمعات يتصرفون على نمط واحد ويفكرون تفكيرا واحدا ويشعرون بنفس الشعور لما كان هناك وجود للحياة على الإطلاق ولا يقصد بالشخصية أي نوع من أنواع النشاط كالتكلم أو التذكر أو التفكير أو الحب وإنما يستطيع الشخص أن يكشف عن شخصيته عن طريق الأسلوب الذي يتبعه في أداء أي نوع من أنواع النشاط